نعطيكم العافية اليوم رح أعطيكم طريقتي بعمل لمسخن بداية نشوف الدجاج كيف نعمل الداخل مستوي تماما نحكم في عدة دجاجتين رح أقطع كل دجاجة لأربع قطع وبعدها رح أعمل فيهم التشريحات من فوق ومن تحت طبعا انتو حرين تقطعهم لأربعة أو تمن قطع بعد هيك رح أبلش نزل عليهم الملح وبعدها زيت الزيتون بعد نضيف الملح وزيت الزيتون رح أرش عليهم رشة من الفلفل الأسود الفلفل الأسود بهاي الوصف اختياري فيكم تحطوه أو لا أنا بفضل طعمته مع الدجاج بعد هيك رح أرش عليهم شوي من السماج بعد ما أتأكد اني رشت السماج على كل قطعة من الدجاج رح أبلش أدعك فيهم وأدخل النكهات داخل الدجاج حتى أحاول أن أدخلها داخل الفتح اللي احنا عملناها بكل قطعة بعد هيك رح أنزل عليهم عصير الليمون طبعا عصير الليمون بهاي الوصفة كتير بيعطي طعم وبيفرق جدا جدا بطعمة الدجاج فعليا بيعطي طعمة رهيبة بعد ما أنزل عصير الليمون رح أنزل نوع من أنواع المطيبات حتى نتفادى يظهر زفرة للدجاج فرح أنزل عندي إلهي المطحون وأرجع أدعك الدجاج حتى أدخل فيه النكهات بشكل كامل بعد هيك بسنية على جنب رح أفرم بصلتين فرمي خشنة رح أنزل عليهم الملح رح أنزل عليهم زيت الزيتون رح أزيد عليهم كمان الفلفل الأسود والسماج طبعا هاي البصلة اللي إحنا فرمناها رح تكون الطبقة أو القاعدة لها تحت الدجاج حتى تحمي الدجاج من حرارة الفرن رح أبلج أدعك فيها بهذا الشكل بعد هيك رح أصفها وأحطه الدجاج فوق هيه هلا رح أصفت الدجاج بهذا الشكل بعدها رح أغطيه بورق الزبدة طبعا ضروري ضروري تحط ورق الزبدة تحت القزير بعد هيك رح نغطيه بالقزير وندخل الدجاج لمدة ساعة كاملة على حرارة 200 على الفرن طبعا ما نفتح خلال هاي الساعة أبدا على الجاج حتى نحصل على النتيجة اللي إحنا بدنا إياها بطنجر على جنب رح أنزل زيت الزيتون وبعدها رح أنزل البصل الأحمر يفضل نستخدم هذا البصل بوصفة لمسخن لأنه طعمته جدا جدا بتفريق عن البصل الأبيض وهذا كتير كتير طيب رح أضل أقلب بالبصل بهذا الشكل حتى يبلش يتبل ويستوي معي مجرد ما يبلش يتبل ويستوي معي رح أضيف عليه البهارات اللي بسخن فيه وبهارات محدودة جدا ملح سماق رشة فلفل يعني أشياء جدا بسيطة رح أنزل عليه الملح وبعدها رح أنزل الفلفل الأسود وبرجع بكرر الفلفل الأسود هو اختياري ورح أضيف طبعا كمية كبيرة ووافرة من السماق على هاي الوصفة بعد ما أتأكد بأن البصل تدوب معي بهذا الشكل رح أفتح على الدجاج طبعا بيكون مرق عليه ساعة كاملة حكتي لكم بدون ما نفتحه أبدا رح أشيل ورق القزير وبعدها رح أشيل ورق الزبدة طبعا رح يكون نتيجة رحيبة جدا الدجاج معي بيكون منهري على الآخر مستوي بشكل ما بتتخيلوه بعد هيك رح أخد الدجاج وأحطه بي الفرن حتى ياخد تحميره بسيطة لبين ما نقلب اللوز على الغاز طبعا اللوز بنقلب ولبين ما ياخد اللون هلا رح نبدأ نعمل بطبقات الخبز مع البصل رح أجيب رغيف الخبز ورح أغطه بالزيت بشكل كامل داخل طنزور اللي فيه البصل ورح أطلع الخبزة ورح أحط فوقيها كمية من البصل اللي احنا عملنا طبعا رح نكرر هاي العملية حتى تخلص معي كمية البصل أو حتى نغطي كل رغيفة الخبز الموجودة معنا رح نظل نغط الخبزة بالزيت ونحط فوقيها البصل بعد ما نكمل كل هاي الطبقات رح نبدأ نصفط الدجاج على الوجه بهذا الشكل وأكيد أكيد ما رح ننسى أن نرش اللوز على الوجه مع رشة سماك بسيطة وهي طريق تبير مسخن ويعطيكم ألف عافية شكرا شكرا